عودة جديدة للتصعيد في شبوة تترافق مع تهديدات متصاعدة من قبل قيادات في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بخصوص مواجهات جديدة مع القوات الحكومية في المحافظة لم تتوقف الهجمات التي تشنها قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على الجيش والأمن في المحافظة إلا أن الوضع في اللحظة الراهنة يبدو مرشحاً للانفجار على نحو أوسع في أول أيام العام الجديد قال الجيش إنه تمكن من احتواء الموقف في مديرية حبان بعد اندلاع مواجهات بين قواته ومسلحين تابعين الانتقالي أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الحكوميين والمسلحين في أوائل ديسمبر الماضي رفع محافظ شبوة مذكرة للرئيس هادي يحذر من تحركات مشبوهة للقوات الإماراتية في المحافظة وقبل أيام تحدثت تقارير عن تسليم القيادة الإماراتية معسكر بالحاف لقوات موالية لها بعد انسحاب القوات السودانية التي كانت تتمركز في المعسكر يتزامن تصعيد الموقف في شبوة مع قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي بالسطو على مبلغ 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي ونقلها إلى أحد المعسكرات التابعة للمجلس قبل أن يتم تسليمها للقوات السعودية في عدن أصبح من الواضح أن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض لم يبقي الوضع كما هو قائم بل إن جولة جديدة من الصراع تلوح في الأفق في حين لا يزال يتم تشكيل اللجان السياسية في إطار مساعي تنفيذ الاتفاق وفي حين يفترض أن السعودية هي من ترعى الاتفاق وتعمل على دفع الطرفين لتنفيذه يبدو أن مهمتها تحولت إلى محكم لا يفعل شيئا بانتظار الفائز النهائي لتتقاسم معه ما تبقى